اهلا بكم الى هذه الظهيرة من الميدي وفي عنوينها بعيد اعتقاله مجددا فجرا في جنين القيادي في الجهاد الاسلامي الاسير خضر عدنان يبدأ اضرابا عن الطعام والحركة تؤكد الاعتقالات لن تؤثر في مسيرنا ومقاومتنا الاحتجاجات والانقسامات تتوسع داخل كيان الاحتلال دعوات الاغتيال نتنياهو والصتقاذ في الاتهامات بعد اسقاط الكوات الامريكية المنتظة بالقوة وزارة الدفاع الصينية تبدأ سياءها الشديد وتقول نحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الاجراءات الضرورية موسكو ترسل مسيرات ماركر الارضية الى دومباس وقوات اوكرانية تصف بخموت بالجحيم لها وميدفيداف يحذر مجددا اي هجوم على القرم وهجوم على روسيا قرار الاتحاد الاوروبي ومجموعة السبع واستراليا بتحديد صقف لاسعار المشتقات النفطية الروسية يدخل حيز التنفيذ وهنغاريا تحذر من العواقب على اوروبا الرئيس الكوبي يشدد خلال استقباله وزير الخارجي الايراني على دور طهران في المساعدة على مواجهة الحصار الامريكي وعبداللهيان يصف كوبا بالحليف الاستراتيجي صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها التي طالت فجر اليوم القيادة في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان وذلك بعدما اعتقلته من منزله في بلدة عرابا جنوب غرب جنين وقد دخل الاسير عدنان ضرابا عن الطعام فور اعتقاله بحسب ما اكدت زوجته في تصريح للميادين مشيرة الى ان الاحتلال عاث خرابا في المنزل وفجر ابوابه خلال الاعتقال تم اقتحان منزلنا اخي الكريم الساعة الثانية فجر قاموا بتفجير جميع مداخر المنزل والابواب رغم انهم كانوا متواجدين داخل المنزل هم فجروا الابواب بعد دخولهم بالمنزل من داب التخريب والدمار للبيت قاموا بتفتيش المنزل بالكامل في كل ركن قاموا بالتخريب كل شيء استطيعون فيه التخريب من تمزيق الكنب او من خلال الخزائن او الابواب او تكسير النري ومن هذه الامور قاموا بتخريبها وبقوا بالاضافة الى انهم قاموا بالاعتداء على الشيخ بعد ان اعلن الشيخ اضرابه عن الطعام وقال لي ام عبد الرحمن انا اعلنت اضرابي عن الطعام والكلام استفزوا الضابط والجنود وقاموا بابعادنا نحن والعائلة ادنائي وقاموا بالاعتداء على الشيخ وضربه وبعد ذلك قال لي انه سوف يدمر المنزل او يخرج المنزل وقاموا بالتفتيش والتخريب في المنزل وبعد ذلك تم اقتياد الشيخ للاتقال وبالتزام انشنت قوات الاحتلال حملة مدهمات واسعة في جنين وتصدى لها المقاومون وفد مراسلنا بان الاحتلال اقتحم كذلك منزل القيدي في الجهاد الاسير المحرر مهر الاخرس لاعتقاله لكنه لم يجده واقتحم منزل زوجة الاسير المريض وليد الدقة واعتقل عددا من الشبان كما تصدى مقاومون لهذه الاعتداءات بالنيرة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين قالت ان استهداف قوات الاحتلال قدتها وعنصرها في جنين فجر اليوم محاولة بائسة للتأثير في ارادة الشعب الفلسطيني واضافت كذلك ان اعتقال القائدين الشيخ خضر عدنان وخالد غوادر وعدد من اخوانهم يعكس تخبط حكومة الاحتلال والضغط الذي يلاحقها من جراء تصاعد انتفاضة الفلسطينيين وذكرت الحركة بحال الوعي المتجددة التي شكلها الشيخ خضر عدنان واخوانه المجاهدون وبدوره الطالعي في معارك الاضراب عن الطعام في سجون الاحتلال كما اكدت ان الاحتلال لن يستطيع بهجمته المسعورة هذه اخماد وهج الانتفاضة وشعلة المقاومة بل سيزيد تماديه في عدوانه من صمود الفلسطينيين اكثر حتى تحرير الارض والمقدسات الى ذلك استنكر نادي الاسير الفلسطيني اقتحام شرطة الاحتلال منزل الاسير وليد دقة في رمالله وحذر من تصعيد الاحتلال مسار الاجرام والانتقام وفاد نادي الاسير بان الاحتلال اقتحم منزل الاسير دقة المصاب بالسرطان والمعتقل منذ سبعة وثلاثين عاما وقام بتخريبه ومصادرة مقتنياته ورأى نادي الاسير ان مجرى يأتي في اطار نهج التنكيل والانتقام المستمر في ظل اكثر الحكومات الاسرائيلية تطرفا على الاطلاق والتي تمارس اجراءات تحمل ابعادا في غاية الخطورة وحذر نادي الاسير من مخاطر المرحلة المقبلة التي ستفرض تحديات كبيرة وتنظم الينا من باقة الغربية زوجة الاسير وليد دقة سيدة سناء سلامي نرحب بحضرتك سيدة سناء ونسأل في البداية ما الذي جرى اليوم صباحا في منزلك وكيف اقتحمت قوات الاحتلال المنزل وكيف هو حال المنزل ما بعد الاقتحام والاعتداء أهلا بكم عزيزي يعني في ساعة مبكرة صباحا قامت قوات سبيرة جدا من الشرطة والوحدة الخاصة التابعة باقتحام المنزل بطريقة همزية كانوا جدا عزائيين لأنني لم أسمح لهم بالتقدم يعني نحو البيت إلا إذا رأيت أمر قانوني يعني بالتفكيش وبالاستحام بين قواتين نعم ولكن يعني قبلت برد عنيش من السرطة حتى إنه حاول أن يدفعني ولكن أنا أصريت أنه لن يتقدم خطوة أخرى إضافية بدون أن أرى ماذا يريدون وما هو الأمر القانوني الذي يسمح لهم أو يتيح لهم بالاتحام بهذا الشكل التفكيش كان جدا يعني همزي وقلبوا الخزائل كلها الملابس على الأرض الأوراق المسندات صادروا حتى الحل الصغيرة الخاصة بميلاد يعني وأصلاً كل هذا جرب بدون أن يراعوا وجود طفلة في البيت عمرها ثلاث سنوات نعم يعني الطفلة هدفهم هم يأخذون أثاورها الصغيرة وأقراط الأدني وصارت كثير وأنه أنا بكي أثوار لكن هؤلاء يعني بالرغم من أني كنت أصرخ عليهم أنه ماذا تفعلون ماذا تريدون إلا أنهم اتمروا يعني بهذا الإجراء بدون أي مراعب كماذا طفلة ووجود طفلة بالبيت وصادروا الحاسوب المحمول الخاص وصادروا سيار أيضاً وحتى فتحوا محفظتي فتحوا تزداني وأخذوا مبلغ يعني عدة مئات من الشواطر التي كانت موجودة بمحفظتي يعني تعرفين يعني أخذت الخصوصيات وأكثر الأمور يعني تخذت الإنسان يعني يتصرفون بطريقة بعيدة يعني جداً لا تموت بسرعة الإنسانية ول كيف يعني يعني يتصرفون لكن يعني مع ذلك نحن يعني إذا كان هدفهم كسرنا وإضعافنا وتنسلوا لا نضعفهم ربما ينجحون بالتمغيس علينا وتشويش حياتنا اليومية والطبيعية لكن نحن لا نضعف ولا نتفكر أمامهم سيدة سناء يعني هي عادتهم وهو نهجهم ونهجهم أيضاً بالتعاطي بهذا الأسلوب لقوات الاحتلال لكن السؤال الأساسي هو أنهم اقتحموا المنزل وفتشوا فيه من دون إبراز أي أوراق قانونية تتيح لهم ذلك أو تبرر هذا الاقتحام لهم هذا التفتيش لهم هم اضطروا بالنهاية إلى أن ينتظروا إلى أن جاء الضابط ومعه أمر الاقتحام ولكن يعني ورأيت نعم أمر الاقتحام ولكن أنا قلت لهم يعني أن أمر الاقتحام القانوني هو غير قانوني وأنتم دولة غير قانونية يعني ماذا يعني يعني معكم أمر قانوني نحن يعني معتدون للأسف على هذا على هذه التصدقات كأنها يعني من يلبسونها لباس القانونية وهذا يعتبر يعني ما حدث عنا بالبيت واعتبر استمرار بما حدث في بيت كارين يونس وماهر يونس أيضا هناك اكتحموا ربما أربع مرات أو أكثر وهناك أيضا تصرفوا بشكل همزي كما تصرفوا عنا بالبيت يعني بزيار كارين يونس في البيت قبل دقائق كان بزيار قال لي أن هذه الممارسات متشابهة ونفس النمط ونفس يكررونه لدى الأسرة وذوي الأسرة من أجل يعني فعلا تنغيث حياتنا وفعاق حياتنا ممارس حياتنا عائلاتنا أصالنا نعم هم هذا الشيء يعني يبدو أنه سيصبح أيضا سياسة ستم أو تحصل بوثيرة عالية جدا نحن مقبلون يعني على واقع سياسي ليس جديد وإنما متواتر أكثر أو يعني الإجراءات سيتم اتفادها بشكل أكثر يعني تمنع الناس فعلا من ممارس الحياة نعم سيدة سنة شكرا جزيلا لحضرتك سيدة تفضلي هذه ملاحظة لأن هذا يعني ما حدث اليوم هو ليس جديد يعني بين جدير الذين يحاولون إخافتنا فيه هو لا يخيثنا لأنه لم يكترع شيئا جديدا يعني هذه الاكتحامات كانت وما زالت موجودة ولكن أنا أقول أن الجديد ربما وسيرتها فعلا يعني تعلمين نبعون الآن الأسرة وذويهم هتر بالفعل ونعم نعم شكرا جزيلا لحضرتك سيدة سنة سلام زوجة الأسير وليد دقى حدثنا من باقة الغربية وسط هذه الأجواء تستمر في القاهرة محادثات وفد حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة الذي من المقرر أن يلتقي مجددا اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت للميادين أن المباحثات بين الجانبين لم تسجل اختراقا جديا حتى الآن المصادر لفتت إلى أن النقاش بين وفد الجهاد بقيادة زياد النخال والمخابرات المصرية يتركز على نشاط الجهاد في جنين وتهديئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وبحسب المصادر يريد الاحتلال الإسرائيلي تهديئة المقاومة أو تهديئة من المقاومة وعدم تدخل حركة الجهاد في القدس والضفة الغربية حتى لو استمرت عملياته في المقابل وللأسبوع الخامس على التوالي شهدت الأبيب تظاهرة حاشدة للإسرائيليين ضد متصفه حكومة نتنياهو بإصلاحاتها القضائية يقول منتقدها أنها تقوض نظام الضوابة ديمقراطية على الوزراء من قبل المحاكم وقالت صحيفة هاراتس أن عدد المتظاهرين بلغ نحو ستين ألفا بينما تظاهر الآلاف في القدس المحتلة ومدن أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ثمانية وأربعين وقد عبر رئيس الوزراء السابق يأير لابيد مجددا عن دعمه للتظاهرات وأيده في ذلك مسؤولون أمنيون سابقون في موازات احتجاجات وتظاهرات حاشدة وصلت زخمها للأسبوع الخامس على التوالي رفضا لسياسات وإجراءات حكومة بنيمين نتنياهو ارتفعت حدة سجال الإسرائيلي بين مؤيدين نتنياهو ومعارضيه وسجل الخطاب التحريضي بين الطرفين دروة جديدة إنه الأسبوع الخامس للاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية أو لانقلاب السلطوي المنظمون يفتخرون بوجود أربعين منطقة تشهد احتجاجات في أنحاء إسرائيل وعلى وقع التظاهرات كسر الخطاب التحريضي الداخلي رقما قياسيا جديدا مع صدور دعوات ولو منفردة إلى قتل رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو والوزراء ونداءات لحمل السلاح والاستعداد لحرب ضد النظام الدكتاتوري الذي تزحف إسرائيل نحوه بفعل سياسات حكومة نتنياهو وفقا لتوصيف معارضين العقيد احطيات زا إفراز قائد فريق سلاح الجو الذي قصف المفاعل في العراق الحائز ويسام رئيس الأركان أثار عاصفة بنشر بوست دع فيه إلى قتل نتنياهو إذا أعطى لنفسه صلاحيات دكتاتورية وعلى الرغم من الصدمة وردود الفعل الواسعة التي أثرتها هذه الدعوات ودفعت نتنياهو وحزبه إلى القول إن موجة التحريض بلغت حدا جنونيا فإنها وفق مراقبين لم تأتي من خارج السياق المتطرف للنقاش العام في ظل الحديث عن اللجوء للعصيان المدني وأيضا على وقع التحذيرات من تبعات السياسات الحكومية على السلم الأهلي إذا نجحت الحكومة بتمرير خطتها القضائية فلن تكون إسرائيل ولا العلاقات بين المواطنين كما كانت عليه وسندخل في نفق العنف الأهلي المتبادل وفيما كشفت معطيات جديدة أن لدى ثلث الإسرائيليين مخاوف حقيقية من اندلاع حرب أهلية بينهم حذر خبراء من أن التاريخ الصيوني يظهر أنه عندما لا يعرف اليهود جسر خلافاتهم في الوقت المناسب فإن جرحا مؤلما ونازفا سيفتح في قلب المجتمع وأن دماء اليهود ستراقم مجددا بحسب هؤلاء الخبراء وفي ختم ملف فلسطين نقى مع هذا الخبر من القدس المحتلة حيث عمد سائقون مقدسيون وبالتزامن مع إضرابهم قبل أيام إلى أداء الأنشيد نصرة للرسول الأكرم وذلك ردا على شتائم المستوطنين وإهانتهم نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أعربت وزارة الدفاع الصينية عن استيائها الشديد من إسقاط الولايات المتحدة منطاضها المعد لأغراض مدنية بحسب بيانها واتهمت الوزارة الأمريكيين بالمبالغة في رد الفعل تجاه المنطاض باستخدام القوات العسكرية كما أكد بيان للمتحدث باسمها أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية الخارجية الصينية وفي بيان لها كانت قد اتهمت بدورها الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية على نحو خطر وحذرت من أنها تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية واشارت إلى أنها طلبت من واشنطن معالجة الأمر على نحو المناسب إلا أن الأخيرة أصرت على استخدام القوة وحذرت الولايات المتحدة من الاستمرار في سياساتها الحالية نحمي بحزم سيادتنا الوطنية وأمننا ومصالحنا التنموية لا تخجل الصين من المنافسة أو تتوان عنها ومع ذلك فإن الجانب الصينية يعارض العلاقات التي تسعى إلى الاحتواء والقمع باسم المنافسة ترغب الصين في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة لكن واشنطن لا يمكنها أن تطلب التواصل والتعاون وتتدخل في شؤون داخلية للصين وتضر بمصالحها هذا وقد وثقت مقاطع فيديو لحظة إسقاط صاروخ أطلقته مقاتلة أمريكية منطاض التجسس الصيني الذي حلق لأيام فوق الولايات المتحدة وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثتها قنوات أمريكية المنطاض وهو يسقط عموديا عقب استهدافه بصاروخ وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أوضحت أن إحدى مقاتلاتها من طراز F-22 أسقطت المنطاض في المجال الجوي فوق ساحل كارولينا الجنوبية الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه أصدر أوامره الأربعاء الماضي بإسقاط المنطاض الصيني وأوضح أن تقدير المسؤولين في البنتاجون كان انتظار المنطقة الأكثر أمانا لتنفيذ مهمة الإسقاط بعدما أبلغ وزارة الدفاع أنه يريد إسقاطه في أقرب وقت ممكن عندما أبلغت الأربعاء بالمنطاض أمرت وزارة الدفاع بإسقاطه حينها في أقرب وقت ممكن ومن دون إلحاق الضرر بأحد على الأرض قرر البنتاجون أن التوقيت الأفضل هو عندما يكون محلقا فوق الماء وقد أسقطوه بنجاح من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن وجود المنطاض الذي جرى إسقاطه انتهاك غير مقبول لسيادة وأضف أن عمليات الإسقاط جرت على ارتفاع عال وكرر مسؤول في البنتاجون القول أن المنطاض ليس للطقس بل هدفه التجسس على مواقع عسكرية حساسة وأنه جزء من أسطول مناطيض صينية تجسست على القرات الخمسة وعلى خط الموازن ذكرت وسائل علام يابانية أن توكيو تنوي النظر في طلب بشأن نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في أراضيها إذا بدأت الولايات المتحدة مفاوضات رسمية بهذا الشأن وأفدت تلك الوسائل بأنه يجري الحديث عن نشر صواريخ توما هوكا المجنحة وصواريخ فرد صوتية لا تزال قيد التطوير حاليا ولم تستبعد احتمال نشر الصواريخ في السفن الحربية الأمريكية المرابطة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على أساس التناوب بحسب وسائل الإعلام اليابانية ترجمة نانسي قنقر إلى روسيا حيث أعلنت وزارة الدفاع بعد ظهر اليوم عن التقدم والسيطرة على مواقع مهمة في محور رادونياتسك وتصفية 400 جندي أوكراني وأسقاط مسيرتين واعتراض الكثير من الصواريخ في مناطق متفرقة وكانت روسيا قد أرسلت مسيرات ماركر الأرضية إلى قيم الدومباس وهي مسيرات قادرة على ضرب الطائرات المسيرة ونشر موقع شركة فاجن العسكرية مشاهد تظهر وصول مسيرات ماركر وهي عبارة عن روبوت مزود بمدفع يطلق حزمات من أشعة ليزر ويمكن استخدامه لتدمير الطائرات المسيرة ويعد روبوت ماركر قاعدة إنشاء لنماذج قتالية عالية التقنية تستخدم في حروب المستقبل إلى ذلك نشر جنود أوكرانيون مقاطع فيديو أثناء انسحابهم من منطقة باخموت وهم يناشدون قيادتهم إنقاذهم يصفون المعركة بالجحيم وقطات الفيديو تظهر عددا من العسكريين منسحبين من المنطقة بعد نجاتهم من المعركة حيث يسمح للقوات الأوكرانية بالهروب من الجانب الغربي لمدينة أرتيوموفاسك باخموت والتي تثبت فيها قوات فاغنر الروسية مواقع ونقاط سيطرتها على قطع سيطرتها اجتبع من مقاطع باخموت يمتعون في المشاروات نعتدنا على المشاروات وضعتنا على التحرق أقول كما يحدث محبوات يجبون وفي هذه الأثناء قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفداف أن شبه جزيرة القرم هي روسيا وأن الهجوم عليها يعني هجوما على روسيا وتصعيدا للنزاع مدفداف أكد أن القانون الدولي يحترم إرادة الشعب وكان مستشار رئاسة الأوكرانية ميخايل بودولاك قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا ستستعيد شبه جزيرة القرم عبر تنفيذ هجوم تقليدي وفي وقت قصير جدا وللمزيد حول آخر التطورات ينضم إلينا من سان بيترسبورغ مدير مكتب الميادين في روسيا سلام العبيدي سلام مرحبا نبدأ من خطوة موسكو بإرسال مسيرات ماركر إلى الدنباس ما الذي تأمل تحقيقه موسكو من خلال هذه الخطوة وأي تغيير توقعه في الميدان مع دخول هذه المسيرات إلى الدنباس أهلا بك أحمد في الواقع دخول مثل هذا النوع من الأسلحة إلى ميدان القتال يشير إلى أن روسيا تستعد إلى مرحلة جديدة من العمليات العسكرية خاصة أن سلاح المسيرات أصبح سلاحا لم يكن أساسيا فأحد الأسلحة المهمة في هذه المعارك يستخدم هذا السلاح على نطاق واسع منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأيضا يتوقع أنه بعد أن تحصل أوكرانيا على الآليات العسكرية الجديدة من دبابات ومدرعات هذه الآليات ستحتاج إلى غطاء جوي بكون أن أوكرانيا ليس لديها سلاح جو يفترض أنها ستجأ إلى استخدام المسيرات لتأمين إسناد ناري وغطاء جوي لهذه المدرعات في المعارك المستقبلية لذلك روسيا تستعد منها الآن لمثل هذا التطور وهذا الاحتمال في التصعيد العسكري على جباهة القتال ولذلك استجلبت واستقدمت هذه الروبوتات هذه المعارك المتطورة التي لم تستخدم من قبل في عمليات عسكرية جرى تجربها في الأشهر الأخيرة وأظهرت كفاءة عالية تزيد على 80% لذلك روسيا تستعد إلى المرحلة المقبلة من العملية العسكرية بعد أن تتمكن كما تأمل وتتوقع من تطهير معظم أراضي جمهورية دانيسك الشعبية وكذلك خرسون وزافاروجيا فالمرحلة المقبلة هي ستكون مرحلة التصدي للهجوم الاستراتيجي واسع النطاق الذي يقال سواء كان في روسيا أو في الغرب أو في أوكرانيا بأن الجانب الأوكراني قد يستعد له في المستقبل خاصة فيما يسمى بالحملة الصيفية وهنا أيضا هذا يصبط فيما يقال ويشاع ويصرح به فيما يتعلق بالقرم يعني الهجوم الاستراتيجي العسكري الأوكراني في المرحلة المقبلة ما يسمى بالحملة الصيفية سيكون موجها نحو محور ميلي توفل وصولا إلى شبه جزيرة القرم فلذلك روسيا التعدل عندها بالتصدي لكل هذه الهجمات باستخدام هذا النوع الجديد من الأسلحة الذي يعتمد على تكنولوجيا عالية كشعة الليزر طيب سلام بالحديث عن القرم كان هناك تحذير وتأكيد جديد من روسيا حول شبه جزيرة القرم خاصة بعد الحديث الأوكراني عن إمكانية استهداف القرم ولسيما بعد قرار واشنطن بإمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى كيف تتوقع روسيا أن تتلقف كييف والغرب؟ هذه الرسالة فيما تعلق بالتحذير من استهداف القرم يعني موسكو تقول أن القرم روسية وأي استهداف للقرم هو هجوم على روسيا نعم أحمد كما يعني هو مشاعر هنا في روسيا والكل يتحدثون بكل وضوح أن القرم هي أرض مقدسة بالنسبة لروسيا سواء كان للدولة أو للحكومة أو للقيادة أو للتعام أو لسكان القرم أنفسهم الذين انضموا طواعية إلى روسيا بعد استفتاع عام 2014 لذلك كل الأحاديث التي تجري خاصة في كييف حول إمكانية كما قلت قبل قليل أحمد أن الهجوم الاستراتيجي في الحملة العسكرية الصيفية سيكون متوجها يعني متجها نحو القرم عبر ميلي توفل في مقاطعة زفاروجيا فهذا يجعل القيادة الروسية أن تصدر مثل هذه التحذيرات والإنذارات بأن لا شيء محبور في الدفاع عن شبه جزيرة القرم ولذلك روسيا حولت هذه المنطقة إلى قلعة حصيلة ومتينة زودت بكل معدات الدفاع وأيضا بالسلاح النووي ويعني كل شيء متواجد هناك كل شيء متوفر وكانت هناك محاولات كثيرة لمهاجدة شبه جزيرة القرم باءت كل هذه المحاولات بالفشل من خلال القدرات الدفاعية العالية التي أقامتها روسيا في تلك المنطقة فلذلك في نفس الوقت رسالة تشير إلى أن روسيا ستدافع باستماتة عن شبه جزيرة القرم وستتصدى لكل المحاولات ولذلك هي أيضا رسالة تحذير من مغبة إقدام أوكرانيا بدعم غربي بما في ذلك من خلال مد أوكرانيا بأسلحة أكثر يعني مداياتها تصل أكثر ويمكن أن تصل عمليا إلى شبه جزيرة القرم شكرا لك على كل هذه التفاصيل سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في روسيا كنت معنا من سانت بيترسبورغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة وأشار إلى أن روسيا ترسل المزيد من القوات إلى صحة المعركة كما أكد أن الوضع صعب جدا في بخموت وليد عروى ليمان ومناطق أخرى كان علي أن أقول أن الوضع في الجبهة كان صعبا ويزداد صعوبة وقطحان الوقت لأقول ذلك مرة جديدة الأمر صعب للغاية الآن في بخموت وفلدار وليمان ومناطق أخرى نحن نعمل على ملاءمة قراراتنا المتعلقة بالعقوبات مع تلك التي أعلن عنها شركاؤنا هذا وأرسلت كندا أول دبابة من نوع اليوبرد الثين إلى أوكرانيا بحسب ما أعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند وقالت أن كندا تتضامن مع أوكرانيا وستواصل تزويد قوتها المسلحة بمعدات تحتاج إليها للانتصار وأضافت أن دبابات القتال في طريقها لمساعدة أوكرانيا كما شددت على أن دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع في هذه الأثناء حذرت وزارة الطاقة الهنغرية من حدوث عجز في الكميات المطلوبة من الوقود في أوروبا ويأتي ذلك فيما دخل القرار الذي وافق عليها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا حيزت تنفيذ اليوم ولفتت الوزارة الهنغرية إلى أن المنتجات المفتية سيجري شراؤها في هذه الأوضاع بالمصادر أبعد وبأسعار أعلى وهو ما قد يسبب اضطرابا في أمن الطاقة وفي سياق منتصل ذكرت مجالة فورين بوليسي الأمريكية أن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة وستتعمق إذا لم تحدث تحولات كبرى في السياسة الكاتب سايمون تيلفورد كشف أن السرد الذي يخفي واقع المملكة المتحدة تسبب في اتساع الفجوة مشيرا إلى وجود أزمة سكن وضغط في الخدمات العامة ما جعل بريطانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعاني من الخفاض متوسط العمر المتوقع إلى العراق حيث من المقرر أن يصل مساء اليوم مزير الخارجية الروسي سارجي لفروف على رأس وفد حكوميا لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحسب المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد صحاف سيلتقي لفروف نظيره العراقي فؤاد حسين الاثنين إضافة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان الصحاف أضاف أن الزيارة تأتي تأكيدا لانفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه ولأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي ومعنا من بغداد مدير مكتب الميادين عبدالله بدران نرحب بك عبدالله ونسأل عن هذه الزيارة أهدافها وأهميتها أيضا في هذا التوقيت بالذات نعم تحية لك دينا والزملاء والمشاهدين بالفعل هي من المفترض أن تبدأ مساء هذا اليوم لكن النشاط الدبلوماسي الذي سيبدأه وزير الخارجية سيرجيلا بروف سيكون يوم غدا بعد جولة مباحثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بعد ذلك يلتقي بالرئاسات العراقية الثلاث طبعا لا بروف سيكون على رأس وفد حكومي رفيع المستوى بالإضافة لعدد كبير من رجال الأعمال والشركات الروسية منها طبعا العاملة في العراق ومنها البعض الآخر الذي يبحث عن فرص استثمارية في العراق في هذا التوقيت العراق يحاول أن يوضح مرة أخرى أنه بعيد عن نادي السوق الموحد أو الاتحاق بقرار اقتصادي مرتبط بشكل واضح باتجاه واحد وهو ما تحدده الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث هنا عن الجانب الروسي على الاعتبار أن روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي كان من الدول الحليفة وصديقة للعراق والتي كانت حاضرة بشتى المجالات في العراق بعد العام 2003 أريد إفهام الجميع أن العراق أصبح أمريكيا وأنه انتقل بكل ملفاته وبكل ما تأسس عليه انتقل انتقال لمرحلة الجديوية هي في جانبها الاقتصادي والسياسي والفني والثقافي وغيرها إلى واشنطن بغداد طبعا تدرك حجم قوتها تعلم ما هي المساحة التي يمكن أن تتحرك من خلالها مضافا لذلك تريد أن تفتح بوابات أكثر بينها وبين موسكو خصوصا ولا يمكن إخفال أن جزءا كبيرا من تسليح القوات العراقية بمختلف صنوفها القوات المسلحة هو يعتمد بشكل أساس على السلاح الروسي وهذا السلاح بعضه وصل بعض الآخر لم يصل المحدث منه انقطع العراق حاولت واشنطن مثلا عندما تأسس الجيش العراقي أن تحول العقيدة العسكرية والتسليح العراقي بكامله إلى برنامج أمريكي والشركات الأمريكية لكن لا زال العراق الذي تأسس جيشه منذ بدايات تحديثه منذ عقود وقد اعتمد النظام في التسليح الروسي هذا من جهة أخرى هناك الجانب الاقتصادي والاستثمارات في مجال النفط وفي مجال الغاز من الناحية الاقتصادية نعم هناك شيء لافت يوم ثمانية من هذا الشهر سيتوجه وفد عراق لفيع المستوى إلى واشنطن برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين مضافا لذلك أن هناك لقاقة جمع محافظة البنك المركزي العراقي علي العلاق بنائب وزير الخزان الأمريكي لأسباب تتعلق بالتخبط الذي حصل في سعر صرف الدنار العراقي وارتفاع صرف الدولار في أسواق العراقية وتم الوصول إلى حل مؤقت يمكن البناء عليه بعث طمأنينة بين الجانبين بين بغداد وواشنطن لجهة العملة وتهريب العملة وما إلى ذلك مضافا لذلك العراق يتحرك نلحظ أن هناك كانت زيارة لرئيس الوزراء لألمانيا لفرنسا يتوقع يوم الخميس المقبل أن تكون هناك وفق معلومات الميادين زيارة لرئيس الوزراء إلى الإمارات وبالتالي يحاول أن يتحرك العراق سريعا خصوصا في جانب العلاقات الثنائية وتوسعة ملف العلاقات الخارجية للحكومة الحالية هل كل ذلك نعكس على وضع العملة العراقية عبد الله حتى الساعة لم أسمع سؤال واضحا إن كان متعلقا بالعملة العراقية هي شهدت تخبطا هناك انخفاض في سأر العملة في السوق العراقية علما أن الحكومة العراقية صممت صممت الحكومة على أن تبقي منافذ استقر نسبيا يمكن القول أن سعر الصرف استقر نسبيا بعد تعهدات قدمها العراق وبعد أدلة قدمها العراق ليس صحيحا ما يشاع كما هي الرواية الرسمية العراقية أن الأموال تهرب بشكل كامل وبالكاش إلى إيران هناك تهريب باتجاه تركيا وهو ما أخذ نسبة أكبر هناك تهريب باتجاه عدد من الدول المحيطة بالعراق منها الأردن وبالتالي هناك منافذ هناك آليات تهريب العملة ليس فقط بعملية النقل المباشر البري أو عبر مافيات النقل العملة لا هناك أبواب رسمية تهرب من خلال العملة هل أتحدث به رئيس الوزراء العراقي تحدث به المسؤولون المختصون في هذا الشأن العراق قدم الأدلة على اطلاع الحكومة العراقية وبرنامج الحكومة العراقية لما يتعلق بالسيطرة على العملة الصعبة لما يتعلق بالسيطرة على سعر الصرف بفتح منافذ كما تبيع الدولار بالسعر المحدد من قبل الإدارة المالية في البنك المركزي العراقي وبالتالي رفعت كل الحجج بشكل رسمي على الورق وبشكل رسمي بقي هناك التلاعب الكل يريد أن يقول دون أن يعترف أن هناك في زوايا لعبة الدولار لعبة سياسية أمريكية واشنطن في نهاية المطاف تعتقد أنها خسرت موقعا متقدما في العراق هو رئاس للوزراء لا تريد أن تحتسب رئيس الوزراء العراقي محمد شيعة السودانية لا على واشنطن ولا على طهران لكنها تعتقد على الأقل أنها خسرت وبالتالي يمكن أن تكون هناك زوايا تلعب من خلالها بعدد من الأوراق لإرباك الوضع العراقي أو لعدم منح العراقيين فرصة لأن يأخذوا متنفسا يتحركوا على أساسه وفي برنامج حكومي يمكن أن تنجح معه الإدارة الحالية التي تحمل مسؤوليتها السياسية للإطار التنسيقي وبالتالي هي معركة صراعات يدرك العراقيين ذلك دون أن يعلنوه يبقون على تواصلهم مع الأمريكيين لرفع الحجج الأمريكية الموضوعة لما يتعلق بالدولار إذن عبدالله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد شكرا جزيلا لك الظاهرة مستمرة وفيها بعد الفاصل وفاة رئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بعد سراعا مع المرض أهلا بكم من جديد ونستأنف هذه الظاهرة من كوبا حيث استقبل الرئيس ميجال دياز كنال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وأعرب عن سروره بهذه الزيارة الأولى له إلى بلاده وأكد كنال أن كوبا وإيران تحافظان على علاقات صداقة واحترام جيدة مشيرا إلى أن هذا الوقت ممتاز لتوسيع العلاقات الثنائية وأن هناك إرادة سياسية لتعزيزها ومن جانبه أكد أمير عبداللهيان أن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع كوبا الصديقة والشقيقة والحليف الاستراتيجي وأن زيارته ترمي إلى تعميقها ضمن جولة يجريها وزير الخارجية الإيراني في أمريكا اللاتينية شملت نيكاراغوا وفنزويلا يصل قصين أمير عبداللهيان في زيارة سريعة وغير معلنة إلى كوبا متوجها مباشرة لرقاء الرئيس الكوبي ميجيل دياس كانيل تلاه محادثات مع وزير الخارجية برونو رودريغيز زيارة هامة بحث خلالها الطرفان سبل تعزيز وتطوير تعاونهما التجاري والاقتصادي للارتقاء بمستوى علاقاتهما السياسية المميزة إيران وكوبا تجمعهما علاقات ثنائية قوية وهذه الزيارة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وأعتقد أن المحادثات تطرقت لهذا الموضوع بشكل أساسي لسيما أن البلدين لديهما اتفاقيات تعاون في عدة مجالات وهي إيجابية في السياق العالمي الحالي والعقوبات التي يواجهها البلدان ورغم الأزمات في البلدين والحرب الاقتصادية ضدهما إلا أنهما استطاعا نسج علاقات هامة وتعاون كبير في مجالات عدة البلدان يواجهان خصما واحدا وهما من دول عدم الانحياز هما يتعاونان بشكل كبير فكوبا قدمت كل خدماتها وخبراتها لإيران من أجل صناعة لقاحات ضد كورونا وإيران شكلت عاملا أساسيا في كسر الحصار عن كوبا عندما أرسلت النفط للجزيرة منتهجة سياسة شجاعة على الرغم من كل التهديدات الأمريكية تقوية علاقات تهران مع دول أمريكا اللاتينية يأتي إيمانا منها بأهمية هذا المسرح بالنسبة إلى واشنطن في المقابل تجد هذه الدول في إيران شريكا استراتيجيا أثبت قوته وقدرته على تطوير ذاته على الرغم من العقوبات والحصار تعزيز العلاقات بين كوبا وإيران مسار استراتيجي للتحالف القائم بينهما لا سيما أن كلا البلدين يتعرضان لعقوبات من قبل خصم واحد ويشكلان عقبة أساسية لمشاريع واشنطن في منطقتين مختلفتين وذات أهمية كبيرة في العالم عروة محمود هافانا الميادين في إيران تفقد الرئيس إبراهيم رئيس مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان الغربية المتضررة من الزلزال رئيسي شدد على المسؤولين ضرورة الإسراع في إغاثة المتضررين وتقديم الخدمات اللازمة إلى أهالي المدينة الزلزال تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 973 شخصا بحسب السلطات المحلية خطاب المرشد الإيراني سيد علي خامناء خلال رعايته مراسم حفل التكليف للفتيات حمل رسالة بأبعاد سياسية اجتماعية عن الدور الرائد للمرأة الإيرانية في السنوات الأخيرة وهو يأتي أيضا أحمد في ظل الحملات الأعلامية التي تتعرض لها إيران منذ أشهر أحمد البحران ببراءتهن الطفولية هكذا استقبلنا المرشد الإيراني وهو يدخل القاعة برفقة بنات خمسة شهداء فأي احتفالية لمناسبة بلوغهن سن التكليف قد تكون أفضل من الاجتماع مع الرجل الأول في البلاد هنا سمعنا كل ما يريدنا سماعه بأنهن خرجنا من مرحلة الطفولة ودخلنا فترة ناشئة لرسم المستقبل إيران كانت تضم نساء بارزات كبيرات وأنا أقول لكم إنهن حاليا أكثر بكثير من السابق لذا كنا منهن كيف من خلال الدراسة دعوة تلتها أنشودة جماعية لاقت ترحيبا لافتا من المرشد وتصفيقه ثم الصلاة والدعاء والحديث عن قربه من دون قيود وبروتوكولات فجاء الترحيب والتفاعل بمستوى الحدث القائد طالبنا بدراسة جيدا كي نصبح من النساء الناجحات لقد استمتعت كثيرا فأنا قبلت القائد واستمعت إلى إرشاداته وإن كان خطاب المرشد قد جاء أمام فتيات الناشئات فإنه حمل معه رسالة واضحة بأبعاد سياسية اجتماعية صريحة عن الدور الرائد للمرأة في إيران وتميزها في السنوات الأخيرة على الصعود كافة خطاب يتي في ظل حملات تضليل إعلامية تتعرض لها طهران منذ أشهر وتزييف الحقائق بشأن المرأة الإيرانية وإن حققت المرأة الإيرانية وبتشجيع مباشر من القيادة جزءا مهما من أهدافها في السياسة والرياضة والفن والمجتمع لكنها لا تتردد في القول دائما إن قائمة طموحاتها طويلة وبأنها تعمل على تحقيقها واحدة تلو الأخرى أحمد البحراني طهران الميادين في باكستان أعلن اليوم عن وفاة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بعد سراعا مع المرض وأفادت وسائل إعلام باكستانية بوفاة مشرف بعد قضائه فترة طويلة وهو يصارع المرض بمستشفى خاص في دبي وكان الرئيس الباكستاني الأسبق قد تولى منصبه عام 2001 والسمر في حتى عام 2008 في نفذاتنا على القيروان نطل على صفوان ميلاد الذي عاشق الفن التشكيلي الحروفي لقد تعلق أحمد بالحرف العربي وسعى إلى التعريف به فخرج بلمساته الفنية وألوانه الزاهية ليزين قباب القيروان وأسوارها وليحولها إلى معارض فنية مفتوحة لزائر المدينة التونسية عماد الشتار اشتركوا في القناة تعلق بالحرف العربي وسعى إلى التعريف به فإذا بالحرف يعرف بموهبته الفنية هو صفوان ميلاد فنان تشكيلي حروفي ابن القيروان تشبع بهويته العربية الإسلامية وعمل على الاحتفاء بالحرف العربي ليخرج بلوحاته من المحلية إلى العالمية الفن الحروفي يمتاز بالتشكيل والتجريد والتنميق وهو شكل من أشكال فنون لاراباسكي اللي يتمثل هوية متاعنا وتمثل أصالة أنا صفوان ميلاد فنان تشكيلي حروفي كنت نبحث على الفن الذي يمثلني نلقى الوالد في كل مرة يضيف للعديد من التقنيات خذيت يعني الشكل الذي يتوجه نحو المشهد البصري من خلال تجميل الخط العربي حبينا نفتح به نافذة للمنحة الجمالي الخط العربي عنده أهمية كبيرة في العالم والعالم العربي وخاصة في تونس حبيت الناس الكل تكون عندها إمكانية باش تشاهد الجمال عن قرب خرج صفوان من الفضاءات المغلقة حتى لا تبقى موهبته ولوحاته حبيسة الجدران وطوع القبابة والأسوار إلى ريشته وألوانه ليحولها إلى متاحف فنية مفتوحة للزائرين يعرف بها القيروان وتعرف به درع راعت في القيروان اللي تسخر بالموروث الثقافي والموروث التاريخي الشيء اللي خلاني نخرج للمساحات العامة لتكون هناك لمسة حروفية تعانق المعمار من حيث الشكل الهندسي الكروي بالقباب وكذلك تطويع الحرف والخط العربي الحرف الذي يقبل التشكيل ويقبل التجريد افتحنا نافذة إلى العالم من خلال معارض مفتوحة في مدن أوروبية ولا من خلال استضافات رسالتي لكون حروف القرآن حاضرة في كل زمان ومكان وختام الظهيرة لليوم مع هذين الخبرين أولهما من روسيا لنتعرف على كيفية البقاء شابا مهما زادت أعوام العمر دينا يبدو أن من لديه الوصفة الصحرية هو الروسي الستيني يوري بريسنوف فيوري يبدأ نهاره يوميا بفنجان قهوة ومرتديا ملابس السباحة يتوجه مباشرة إلى نهر نيفال السباحة مهما كانت حالة الطقس يوري يمارس رياضة الغوص في المياه الجالدية منذ عقدين من الزمن ولا يملك بطاقة صحية ويركب الدراجة يوميا أيضا لأكثر من 20 كم في الشتاء هذا هو سر الشباب الأبدي يقول الرجل الذي احتفل منذ أيام بعيده الستين أما الخبر الأخير فهل سمعت دينا يوما نميرة أما تنادي صغارها الأم تنادي صغارها بكل الأصوات بكل لغات هذه اللحظة النادرة التقطتها كاميرا خفية بحديقة ليوبارد الوطنية في روسيا الأم النميرة نادت صغارها وسرعان ما حضرت وكان لقاء دافئا لنتابع اشتركوا في القناة للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا صفحات الميدين على الانترنت الميدين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء للمتابعة وإلى اللقاء للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء